الموضوع الثالث وحدات القياس الأهداف يرجى في نهاية الموضوع أن يكون الطالب قادراً على أن يستندق مفهوم القياس وأنواع وحدات القياس مع التمثيل يجري بعض الأنشرة التطبيقية المرتبطة بوحدات القياس النشاط الأول يتطلب الإجابة عن السؤال التالي ما هو القياس؟ ما هو القياس؟ القياس تعبير كمي عن أي صفة أو خاصية كيميائية كانت أو فيزيائية القياس يتطلب ثلاث شروط عايز أحدد كمية القياس عايز أحدد أداة القياس عايز أحدد وحدات القياس طيب القياس يوجد ثلاث شروط أو ثلاث محددات كمية القياس عايز أداة القياس وحدات القياس طيب ينقسم إلى نوعين كميات أساسية وكميات مشتقة الكميات الأساسية هي كميات لا تشتق بدلالك كميات أخرى مثل الكتلة مثل الطول مثل الزمن الكميات المشتقة تشتق بدلالك الكميات الأساسية مثل السرعة الشغل القدرة الكميات الأساسية الكتلة وعدة قياس الكيلوغرام ورمزها كيجي الطول المتر رمز م الزمن الوحدة الثانية الرمز اس كمية المادة الوحدة المول رمز الوحدة مؤقل أو مول درجة الحراء كيلفن والرمز كي شدة الطيار الكهرابي الوحدة الأمبير والرمز شدة الاستضاءة الوحدة الشمعة والرمز سي دي الوحدات المشتقة مثال الطاقة وحداتها الجول الاشتقاق كيلوغرام ضرب المسافة تربيع مقسوما على مربع الزمن الضغط الوحدة البسكال الاشتقاق كيلوغرام مقسوم على المتر ضرب الثانية تربية القوة وحدة القياس نيوتن الاشتقاق كيلوغرام ضرب المسافة مقسوم على مربع الزمن القدرة الواط ج على اس الحج متر تكعيب ام الرمز ام تكعيب معلومات مهمة عاوزك تخلي بالك منها وحدات مهمة في الكيمياء اللتر وحدة قياس الحجوم في الكيمياء الضغط القوة المؤسرة على وحدة المساحات وحدة قياسه البسكال الضغط الجوي وزن عمود من الزئبق ارتفاعه 76 سم ومساحة مقطعه 1 سم مربع الطاقة هي المقدرة على بزل شغل وحدة قياسها الجول وحدة قياس الطاقة الحرارية السعر طيب السعر يساوي كم جول السعر يساوي 4 18 من 100 من الجول اكتب تقريرا يتضمن ما تعلمت من هذا الموضوع مهمEs مزيد شكرا يا